يومنا النهاردة عن منتخبنا الوطني والتجربة الودية النهاردة أمام المنتخب التونسي والحقيقة الهزيمة يمكن تعتبر هزيمة قصية أكيد على أرضنا تلاتة واحدة يعني تعتبر تجربة ودية ولكن دائما التجارب الودية أمام المنتخبات العربية في شمال أفريقيا دائما بيبقى لها شكل مختلف ويعني طبعا طريقة وطبع مختلف عن أي مباراة ممكن تكون بتعبة أمام أي منتخب والهزيمة أكيد صعبة وبتعبر عن شيء ممكن يكون في خلل في المنتخب في التوقيت الحالي أو في طريقة اللعب أو في قرارات أخدها فيتوري الحقيقة النهاردة ما نجي نبص هي أولى الهدائم لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوري وبالتالي هو الراجل نفسه ما كانش حابب أنه يخسر بأكيد لأنه عايز يكمل الأرقام الخاصة به في حالات الفوز مع منتخبنا الوطني ولكن ده حصل النهاردة والشكل اللي احنا شفناه النهاردة من المنتخب الوطني منذ بداية اللقاء والهدفين اللي جنف الأول ثم فيه هدف جيه كده من عمر كما عبد الواحد كان هدف أكيد من تزدير الرائعة ولكن في الدقائق الأخيرة بيحرز المنتخب التونسي تالت أهدافه والفوز تلاتة واحد على المنتخب المصري في تجربة ودية تقاطبها المفيدة انت بتشوف ايه انت فين وصلت الايه وهيحصل ايه في المستقبل خصوصا أن انت عندك مباراة ودية مع منتخب أيضا من شمال أفريقيا ومنتخب الجزائر هيكون يوم 12 أكتوبر وبالتالي برضو ممكن تبقى مباراة شبيها بمباراة اليوم أمام المنتخب التونسي نتمنى ان ده ما يحصلش تاني حقيقة ما يبقاش معبر عن أداء منتخبنا في المباراة الرسمية انت عندك تصفيات كأس العالم المهيلة لكأس العالم وايضا بطولة الأمم الأفريقية ان شاء الله لها تكون في كود ديفور لازم ما تكونش معبر احنا شفنا مباراة أسيوبيا قلنا لأ ده المطش ممكن يكون فيه انت كسبان وخلاص ووصلت وان انت بتلعب فريق ممكن يكون في مستوى التالت وأهمية المباراة ليست بقوة المباراة وبالتالي يعني كنت عايز تكسبه بس فالأداء ما كانش يهمك أكتر من انت تكسب وتبص لمباراة تونس للمباراة والدي ولكن ده ما حصلش الحقيقة وأداء النهاردة يعتبر ليس جيد في نفس الوقت هزيمة وتعتبر الهزيمة أمام منتخب تونس جرس انذار لينا في المرحلة القادمة ايه الأسباب وليه النهاردة الشكل كان عامل كده وليه أيضا عشان بس برضو لازم نرجع لمباراة أسيوبيا بقى مدام احنا اتغلطنا النهاردة بالأداء ده لازم نرجع برضو لمباراة أسيوبيا ليه كان شكلنا بقى أداءنا كان عامل كده برغم الفوز لكن النهاردة برضو زود بقى الأسئلة أكتر وأكتر من خلال الهزيمة النهاردة والأداء اللي ممكن ما يكونش احنا حبناه في المباراة هنالسي